السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معايا كمان قصتين نهاردة حبيت ان انا ايه اشارك بيه من مروة بتقول كنت اعاني من ضيق واكتئاب حاد واموري كلها معطلة استمرت على الحمد لله استمرت على قراءة سورة البقرة لمدة 6 اشهر 6 شهور ويا بتقرأ سورة البقرة والله الحمد لله وكمان استمرت على ذكر الصلاة على النبي والاستغفار الحمد لله تزوجت الناس اللي عايزة تتجوز تزوجت وصار عندي وظيفة جواز ووظيفة ما شاء الله والله الحمد لله وكل الناس اللي حولي بيستقبلوني براحة صدر وصار عندي اصدقاء يسألونني يسألون عني بقى عندي اصحاب يسألون عني والحمد لله وبعد ما توظفت كتب لي كتب لي فروقات والحمد لله وسلام عليكم ورحمة الله وكتب اعتقد ممكن تكون حوافز او شيء معنا هنا كمان بتقول السلام عليكم اريد ان احكي لكم سرا حدث لي كنت على فراش الموت ثلاثة اشهر وانا انازع المرض ثلاث شهور بتعاني من مرض ما ما كتبتش اي مرض يعني حتى الاطباء فقدوا الامل نصحتني معلمتي بقراءة سورة البقرة فلم استطع حد المعلمة نصحت انها تقرأ سورة البقرة بس هي لم تستطع على القراءة بس سمعت فبتقول فقررت ان انا اسمعها كنت اسمعها اضع الهاتف على صدري واستمع لمدة شهر كامل كان الفرق واضح تحسنت كثيرا وخرجت من المستشفى الحمد لله وانا في احسن حال كل من يعرفني لاحظ الامر دومه على قراءتها سورة البقرة بركة دي كانت القصة التانية اتمنى ان احنا برضو كنت شجعنا عندنا جواز وعندنا وظيفة وعندنا شفاء من امراض يا جماعة سورة البقرة سورة البقرة مع الاستغفار وصلاة على النبي والدعاء الاربع دول المربع ده يوصلك لاي شيء في الدنيا مع الصبر مع الصبر والايمان المطلق بان ربنا ان شاء الله حيديك الحاجة اللي انت عايزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اختكم في الاسلام رانيا الجندي سلام عليكم